كتير مننا بيتابع المشاهير على السوشيال ميديا وبيعجب جدا بشكل حياتهم ودنيتهم والصورة المبهرة اللي بتظهر عليها حياتهم في الفيديو والصور اللي بنشوفها ليهم على صفحتهم على السوشيال ميديا بس السؤال هنا بقى هل وإحنا عاديين وبنتفرج وبنقول الله إيه الحياة الجميلة دي بنكون فعلا مصدقين إن هي دي حياتهم وإن الصورة أو الفيديو اللي مدته سواني أو حتى دقائق بيعبر فعلا عن حياتهم وهو ده شكل حياتهم الحقيقي لدرجة إن الناس كثير قوي بتتمنى إن حياتها يبقى شكلها كده مش بس كمان في عدد كثير جدا من الناس والدراسات اللي نشرتها صحف أجنبية كثير قالت إن في ناس كثير بيجي لها اكتئاب وبيحصل لهم تمرد على حياتهم بسبب اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا وهو في الحقيقة حياة مش حياةية وبما إن الموضوع مهم ولدخل كبير بالصحة النفسية قررنا إن يكون دفنا النهاردة الدكتور محمد محمود حمودة استشاري ومدرس التب النفسي بجامعة الأزهر أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين دكتور إيه رأيك في الموضوع ده؟ الناس كثير جدا بتتفرج على السوشيال ميديا وفجأة بيفتكر إن الثانية دي أو دي دي من الصورة أو من الفيديو اللي هو مبسوط فيها وطلع متحمس جدا بيغني والحياة فظيعة وجميلة بيفتكر إن هي دي حياته الحقيقية فعلا فيه ناس بتبقى فاهمة إنه دي حياة الشخص دي الحقيقية وفيه ناس بتبقى فاهمة لأ إنه ده لقطة من الحياة وهو بيبقى الممثل قاصد أو الشخص الإنفلونسر ده قاصد إنه يحط اللقطة دي بس لأنه المقاسي موجودة حولنا في كل حتة ولكن هو عايز يعرض حاجة تشد الناس فبيبقى حاطة اللقطة دي مخصوصة عشان يشد الناس ففيه ناس بقى فاهمة الحكاية دي وفاهمين إنه دي لقطة من حياته بس حياته مش كلها كده ولا حاجة وفيه ناس تانية لأ بتبقى فاهمة إنه دي حياته ويبدأ زي محرك قلت كده يتأثر نفسيا ويحس إنه هو واقع في المجتمع ومالوش دور ويفتكر إنه الفنان ده يعني أو الإنفلونسر ده يعني عايش حياته وإنه الموضوع بالرفاهية اللي هو شايفها في اللقطة بتاعت الفيديو دي والناس دول طبعا بيخشوا بقى في اضطرابات قلق واضطرابات اكتئاب لأنه بيحس صورته الذاتية عن نفسه بتبدأ تقل اللي بيتابع أصلا الممثلين والناس المشهورين على الإنترنت دول غالبا ناس عندهم ثقة في النفس قليلة وهم بيحاولوا طول الوقت إنه هم يكتسبوا ثقة في نفسهم بس ممكن أنا تابع حد عشان أنا بحبه لو أنا بحبه وبتابعه بشكل عادي دي حاجة ولو أنا بحبه وبتابعه بشكل مرضي دي حاجة تانية وده يدخلنا في مرض مشهور قوي اسمه سليبرتي وورشيب سندروم اللي هو متلازمة عبادة النجوم تمام؟ تلاقي شخص بيتابع الممثل بشكل مرضي